نصائح في رمضان في ذلك الحجر الساحي نصائح بأن الحجر الساحي لا يصبح من خارج البيت نقوم بحشات البيت ويقوم بخارج البيت ويجب أن نقوم بخارج البيت لديه ويجب أن يقوم بحشة البيت فإنه حاجر الساحي فإنه يضعر أليس يا ميلا، أنت خارج البيت سوف ندخل البيت ونحيدها من الأدن ونعتبرها عامرة بالفيروس وغير ماء في مكان آمين لن تقول مصدر الفيروس يكون معايا كما قلنا المعقيم الاخرش الكمامة عن 4 ساعة لمدة ديالها الخروج كما قلنا لا نكتر منه إلا لكنا مضطرين وداخل البيت لكانوا معانا العائلة ديالنا المرض بالضغط اللي كان خافوا عليه وكانت عندي أنا شي كحبة ولا شي رواح ولا هذا أفضل أن نعطيهم مسافة الأمان لا نكون قريبا منهم إذن هذه كذلك فرصة لكي ندير الرياضة ديالنا تراوحتها هي جزء من الرياضة ممتاز ذلك عشرة ديال الركعات قيام سجود ممتازة تعتبر من اكتيفيتة فيزيك تعتبر رياضة قبل من الإفطار يمكن أن نتحرك 30 دقيقة هذه فرصة كذلك لأقوي علاقاتي في مجتمع مصغر أسرتي أتدرب في هذا المجتمع المصغر هناك لكي يقول لك الخلافات أكثر في هذا الحجر الصحي أنا كنقول فرصة كذلك خاصة في رمضان لفرصة دورة تدريبية مجتمع مصغر نتعلم تعايش لكي نخرج المجتمع الكبير ونكون أكثر تعايشا وأكثر صبرا وأقل توترا كذلك فرصة للتأمل فرصة للتفكر أنا عجبتني واحد سيدة هي أوروبية اللي قالت إما أوروبية إما إفريقيا لا أتذكر لقد قمت بتحديد الفيديو رائع جدا قلت دابا هناك خالق دار الكون دار له بوز قلت ما دار له ستوب ستوب إذا يعني فناء الكون قلت دار غيب بوز وقف قلت شكون الآن يملك ياخد هديك تلكموند من يدي الخالق قلت بطريقة ديالها ويدير الكون بلاي تشي واحد قلت ما يقدر يدير عتني الكون بلاي إلا هو سبحانه وتعالى إذا فرصة للتأمل في هذا الخالق سبحانه وتعالى رمضان مع كورونا فرصة للتأمل فرصة لترتيب أولوياتنا نعيد ترتيب أفكارنا لأن القول الجميلة في تنمية البشرية التي تقول راقب أفكارك لأن أفكارك ستصبح سلوكاً وسلوكك سيحدد مصيرك إذا أعيد راقب أفكارك لأن أفكارك ستصبح سلوكاً وسلوكك سيحدد مصيرك إذن كم طلب الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا وإياكم الصيام الإسلامي الراقي الذي أتى الطب في قمة من قممه اللي يسفق عليه ويرزقنا كذلك صياما بدون توطر بدون غضب بدون إفراط في الأكل أن نحافظ على صحتنا في زمن كورونا بالحجر الصحي وبالكمامات وبالمحلول المعقم وأطلو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وأن يحفظ دولتنا وأن يرزقنا الصحة والعافية وأن يرفع عنا هذا الوباء وتقبل الله منا ومنكم صياما وصلاة وذكرا وشكرا جزيلا